النهاردة ليفربول تعادل مع ويست هام في الدوري الانجليزي 2-2 بعد ما خسر من ايفرتون بعد ما خسر من كريستال بالاس بعد ما خرج من الدوري الاوروبي في نهاية مأساوية لليفربول هذا الموسم ليفربول كان قريب جدا وكان مرشح ابرز للفوز بي الاوروبا ليج خسر امام اطلانتا على ما لعبه تلاتة لشيه وبعد كيه ما عرفش يعوض في الاياب بيخسر في الامطار الاخيرة بعد منافسة شارسة جدا مع ارسنل ومنشستر سيتي بيخسر نقاط عديدة اخرها النهاردة نقطتين امام فريق وسطها ضغوط كبيرة جدا على كل منظومة ليفربول ضغوط كبيرة جدا على المدرب يورجان كلوب ضغوط اكبر على نجوم الفريق ابرزهم محمد صلاح يورجان كلوب خلاص اعلن انه سيرحل عن ليفربول محمد صلاح على فكرة بالمناسبة يعني هو ايضا على وشك الرحيل عن ليفربول كلام كتير وكلام مهم وكلام بمصادر انه قريب جدا انه ينتقل الى الدورة السعودي تحديدا الى فريق اتحاد جد يورجان كلوب ومحمد صلاح هي قصة نجاح كبيرة جدا هما الاتنين تحديدا كانوا شركاء فيها يعني ايه؟ يعني على مدار السنوات الماضية كان فيه ساديوماني مش كان فيه فلمينيو مش كان فيه فابينيو مش كان فيه هندرسون مش كان فيه ميلنر مش كان فيه فينالدوم مش نجوم عديدة رحلت عن ليفربول وبقى محمد صلاح وبقى يورجان كلوب الاتنين شركاء نجاح على مدار سنوات طويلة فيما وصلة اليه ليفربول على مدار سنوات علاقة عظيمة علاقة محترمة كانوا يخبطوا الباب كده الادارة بتاعت ليفربول على يورجان كلوب يقولوا له ساديومانيو ماشي يقول لهم مع السلام فابينيو ماشي مع السلام فابينيو ماشي مع الف سلام هندرسون ماشي كابتن الفريق مع الف سلام محب من كابتن الفريق مع الف سلام صلاح ماشي لأ لا يمكن صلاح ما ينفعش يمشي من ليفربول ده لازم يقاموود صلاح من ناحية تانية رجم الأوروض المغرية جداً اللي جات له الصيف الماضي من الدول السعودي بقى في ليفربول وجد التعاقد مع ليفربول واستمر مع ليفربول ومستمر مع الفريق فالعلاقة عظيمة وتاريخية النهاردة في مشهد ما كناش نتمنى صلاح ويورجن كلوب بيخشوا في مشاهدة كلامية على الخط وقت ما صلاح كان هينزل المباراة تقريباً في ديئة 80 ايه اللي حصل ايه السبب لا أحد يعلم على غير العادة الصحافة الإنجليزية لم تصل للمعلومة حتى هذه اللحظة ليه تخنقوا ليه الأزمة حصلت ما تعرفش الحكاية حصلت ازاي صلاح قاعدة على الدكة قام وقف على الخط نازل هو وننز وسبو زلاي بعديهم بالمناسبة يعني احكي لك بالمناسبة دي بس بعد شوية صلاح هو على الدكة قام بيسخن وقف ولكن هو بيسخن خلاص هو نازل المباراة وقف على الخط وكان مع مويز المدير الفني ليه فريق واستهام وقف بيبتسم مبتسم يعني ما عندهش مشكلة هو مبتسم وبيهضر مع مويز مفيش مشاكل فجأة المشهد اللي أنا شايفه ما عندهش معلومة خالص انه يورن كلوب بتدايق وهو صلاح بيتكلم مع مويز فراح قال له حاجة قال له مثلا ركز مثلا قال له ما تتكلمش مع المناسب يعني راينجيجز لعبة كبيرة دي لما بتقعد على الدكة بتقير بتقفش بتزعل بس طول ما انت لعيب كبير ما تبينش الزعل ده بأكشن بموقف بس تبقى مدايق ده ممتق النهاردة صلاح يبدو انه مضغوط وعشان يبقى الكلام مواضح ويبقاش فيه تجميل يعني مهم جدا ان احنا نقول ان القاعدة السابتة اللي ما فيهاش تغيير على صلاح وعلى كريستانو نالدو وعلى ميسي وعلى بيلي وعلى ماردونا وعلى مالديني وعلى كل الاساطير في التاريخ انه ما ينفعش لاعب يتجاوز مع مدربه خلاص دي القاعدة السابتة وبالتالي النهاردة محمد صلاح غلط حلو عشان بس ايه كلام اللي جاي ما يبانش وكاينه دفاع عن صلاح احنا بنحلل الموقف النهاردة اللي عمله صلاح غلط ولو قلنا صح او دينا له مبرر فاحنا مفهود ندي مبرر لكل اللاعبين اللي يتخنو معمداربين بعد كده فالغلط غلط اشتركوا في القناة